ترجمة نانسي قنقر ويسابتين على الأرض هما الأبطال دورة ليم حدوتة برضو؟ والحواديد شايف النتيجة دي عارف التاريخ ده 25 يناير هكيت الأبطال الحقيقيين اللي وقفوا جنب بعض ومسكوا قدين بعض فبقوا سد منيع محدش يقدر يعديه ولا يجده سبان يوم 25 يناير في مناير سنة 1952 ثم حفظت الإسماعيلية وكان المحتل ساي في كفار الأطفال تاني واشاك تاني واشاك تاني واشاك تاني واشاك انت ماذا تريد؟ ألست تاجر المؤونة؟ لم لم ترس المؤونة المعسكر؟ وين قضيت العمر خلف أسوار السجول؟ أصمت وأنت هناك كيف تعلمين تلاميذك تلك الأغاني المغرضة؟ إننا نغني للوطن نولد نغني للوطن ونموت ونحن نغني للوطن يا حسام نعم أستاذتي فلتغني ما تعلمت اليوم أنا المصري أنا المصري كريم العنصرين بنات المجد بين الهرمين جدودي أنشأ العلم العجيل ومجر عنني في الوادي الخصير صمتاً أوقف الصغيرة هنا حضرها هنا هين تذهبين؟ دعني وشأني دعني وشأني دعها تذهب يا خواجة أبي مريض كنت أشتري له الدواء كاذبة صدقة إني أداوي أباها وقد طلبت منها الدواء تكذبين اتركها أليس في قلبك يا رحمة؟ ما الدواء في هذه الزجاجة؟ أجل دواء دعها تمر دواء؟ إذن قال تشربين اشربين فاطمة فاطمة فلتتوقفي حمزة لماذا ظهرتم؟ حمزة سيد الفدايين وإخوته هكذا يكون الانتصار تمسك الطعم فتظهر الفئران إن كلمة الفئران تطلق على من يفرون حين يسمعون تلقى ترصاص واحدة إننا لنهاب الموت نفدي أهلنا الفقر هو من يهدد النساء والأطفال والعجائز اغبادوا عليهم جميعاً صدق عدد الجميع الموقفون لا تستطيع من تكون ضابط من أهل مصر هل تعرفهم؟ أيهم يخصك؟ جميعهم تلك جارتي وهذا أبي وهذا أخي وهذه أختي وتلك ابنة خالتي أما الصغار فإخوتي كلهم جزء من عائلتك؟ كل شعب مصر جزء من دمي هن سيدات مصر وشرفوها هن يشبهن الوطن لا تدنسه أبداً يادر غزان أنت تدافع عنهم إذن وإن أمرت بقتلهم تمس شعرة من أي مصري هنا تصبح روحي وأرواح رجالي ثمناً ضئيلاً من أجل سلامتهم فلتكن روحك إذن ثمناً لهم وإذا مسسته لن تنام الليلة يوماً آمناً فاحذر أن تمسه إننا جميعاً نفدي بعدنا نحن دم واحد وجسد واحد وياد واحد وياد واحد هو يحمينا ونحن نحميه نفديه بأرواحنا فإذا مسست مصرياً هنا فقد عاديتنا جميعاً أبطال أنتم جميعاً أبطال إذن فالوصول إليهم لن يكون إلا من خلالك والوصول إليك لن يكون إلا من خلالهم إن أقسمنا أن نحمي الوطن أرضاً وناساً أنت تتحدى إذن جلود وبعدين يا جده عملهم إيه؟ أهل يفرقه يمكن يضعفه لفل الضابط وقال له سأمنحك فرصة أخيرة اسعد أنت ورجالك إلى هذا المبنى وانزع قطعة القناشي علىه ثم أصحب رجالك إلى محطة الكتار والترحاله إلى القاهرة لا ترحل انت ركتنا قتل الرجال بل سيقتلنا جميعاً أنتظر ردك فرصتك الأخيرة للحياة أنت ورجالك في الرفض ضمرنا المدينة بأكمالها وإن قبلت الرحيل أصبحوا جميعاً في أمان قطعة القماش التي تتحدث عنها هي عالم مصر لا يقدر مخلوقنا أن ينزحوا من أرضها وإن كنت أنت وهذا القطار يستطيع أن يصحبك أنت ورجالك خارج أرض مصر لن تغادر إذن الضابط المصري لا يغادر موقعه بل يموت حتى يحمي أرض مصر وشعبها يا جنود نستعد للهجوم وبكل الأسلحة الضقيلة الحارقة دكوا هذا المبنى على رجالك الليلة نمح قوة الشرطة من الوجود يا رجال الليلة نقدم أروحنا فداياً لشعب مصر حاصر المحفظة طول الليل وفضل يضرابها بكل أسلحته التقيلة وبعدين يا جدو الزباط المصريين والجنود كانوا متحصرين وما معهمش الأسلح بسيط ومع ذلك قدروا يصيبوا عشارات من جنود كيش الاحتلال وإحنا قبل الفجر كانت الزخيرة خلصت والمبنى كله بيتحرن وخرج البطل وبهيت الجنود من المبنى وقتلهم ومحتل بالعكس زاد احترامه للبطل المصري اللي صمت بسلاحه البسيط دم سلاح أقوى الجيوش على سني دافع ناسه وأهله هوقفنا النيران بعد أن كبتتنا العشار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة